أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأما حديثنا المعتاد فنبدأه كالعادة بذكر فقرة من فقرات الإمام موسى بن جعفر الكاظم في وصيته لهشام بن الحكم حيث يقول إمامنا سلام الله عليه يا هشام مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلافة فإن في ذلك العطب صدق سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه هذه الفقرة من كلمات الإمام عليه السلام وما بعدها يمكن أن تكون شارحة لكثير من الروايات والكلمات التي وردت في تفضيل العزلة عن الناس وتحبيذها هناك الكثير من الروايات تقول إن الخير ما معناه إن الخير في أن يعتزل الإنسان الناس وأن يعبد ربه هذا كل الخير طيب لعل إنسانا يقول أولا هذا غير ممكن في الحالة الطبيعية أن يعتزل الإنسان الناس وينفرد عنهم هذا غير ممكن للإنسان حياة فردية وله حياة اجتماعية رزقه مرتبط بالمجتمع غالبا معاشه مرتبط بالمجتمع شخصيته مرتبطة بالمجتمع بعض الواجبات أو المستحبات أيضا مرتبطة بالمجتمع فكيف يمكن لهذا الإنسان أن يعتزل وينكفئ على نفسه من دون أن يختلط بهم إذا ما كان ممكن أو ما كان صالح فكيف إذن يوجه الأئمة عليهم السلام في بعض توجيهاتهم إليه والجواب على ذلك مثل هذه الكلمات هي التي تفسر لنا العزلة المطلوبة والاختلاط المطلوب لا العزلة النهائية والتامة مطلوبة ولا الاختلاط الدائم والكون في المجتمع المتواصل أيضا مطلوب وإنما إذا كان الإنسان يستطيع أن يصنف هذا الاختلاط به نافع لأنه مستقيم على سبيل المثال ذاك الاختلاط به غير نافع لأنه يدعو إلى الشر لأنه يسبب الغفل لأنه لا يحث على الخير فمثل هذا الحديث يقول لك ذاك اعتزل هؤلاء الناس الذين هم من هذا الصنف واختلط بهؤلاء الناس الذين هم من هذا الصنف محيطك الاجتماعي ينبغي أن يكون محيطا هادفا نافعا تواجدك فيه لا بد أن يحقق لك فائدة إما في الدنيا وإما في الآخرة وأما المحيط الذي قد يضرك دنيويا وقد يضرك أخرويا وقد يلطخ سمعتك فلاعتزال عنه بلا شك هذا خير لك من الاختلاط معه لذلك يقول يا هشام مجالسة أهل الدين شرف في الدنيا والآخرة أهل الدين الدين ليس شيئا محدودا بالعبادة ولا هو مرتبط بالملابس وإنما أن يكون هذا الدين مؤثرا في حياتي ذلك الإنسان إذا جيت إلى واحد هذا الإنسان منضبط أمام شهواته فلا يركض وراءها متمسك بالأخلاق فلا تراه يستعد الآخرين أو يغتابهم أو ينم عليهم أو يمكر بهم أو غير ذلك وفي أيضا جوانب العبادة جوانب التذكر لله عز وجل هو من أهل ذلك هذا الإنسان هو من أهل الدين 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 ليس لباسا الدين ليس مظهرا باللحية مثلا الدين ليس بالإعلان أنه أنا متدين وإنما هو حقائق في داخل القلب ومظاهر على السلوك عنده يخاف الله عندما يتذكره هذا الخوف يكون نابعا من تعظيم شأن الله في داخل نفسه يكون قسم من الناس لا يعظم شأن الله عز وجل ولذلك تراه في الملأ بشكل وفي الخلأ بشكل آخر أمام الناس ملتزم متدين لا يتحرك إلا وفق السليم حتى إذا خلأ بينه وبين نفسه ارتكب المآثم والكبائر هذا هون نظر الله إليه جعل الله أهوى نناظر يعني شلون مثلا إذا إنسان إجا فيه قدام ولد عمره عشر سنوات اثنى عشر سنة لا يمكن أن يتعرى أمامه صحيح ولا لا يتعرى بالكامل ما ممكن لماذا يخشى من هذا ابن عشر سنوات أن ينظر إليه فيسقط من عينه أو يخبر عنه لكن نفس هذا الإنسان الذي يخشى من طفل أمره عشر سنوات لا مانع عنده مثلا أن يمارس العادة السرية بينه وبين نفسه رجلا أو امرأة زين صحيح الآن في هذا المكان لا يوجد طفل عمره عشر سنوات ولكن رب الأرباب ناظر وحاضر وشاهد فكأنما جعل نظر الله أهوى وأصغر من نظر ذلك الطفل ذلك الطفل يتقي منه يخافه يراقبه لا يرتكب الخطأ في حضوره بينما أمام الله سبحانه وتعالى الذي يراه في كل وقت يمارس ذلك الفعل المحرم امرأة رجل يمارس هذا خيانة تمارس تلك معصية الدين إذا موجود بدرجة من الدرجات في داخل القلب يمنع هذا عن فعل هذا الحرام أو إذا استزل له الشيطان يلومه الضمير بقايا الدين في داخله تأرق تقرع توبخ في الليل أيضا إذا يخلي رأسه على المنام كل ما يريد يغمض عينه يجي إلى ليش سويت هالشكل ليش عملت هالشكل لماذا فعلت هذا الدين بداية من هنا فإذا صار عند الإنسان في داخله الدين تجلى في سلوكه فلا يسرق فلا يغتب فلا ينم فلا يعتدي فلا يسرق وأمثال ذلك من الأمور طبعا مو إلى درجة العصمة يبقى الإنسان بالتالي مع الشيطان في صراع دائم والنفس الأمارس بالسوء أيضا مستيقظة بس الله سبحانه وتعالى زوده بإرادة وزوده بعقل يميز له ما هو الصحيح وما هو الخطأ وأعطاه إرادة وقت اللي يصمم على الامتناء عن هذا الذنب أو ذا يستطيع ذلك ما في أحد يقدر يوقف قدامه مع تصميم مجالسة أهل الدين تنفع الإنسان في مثل هذا تشكل عنصر إضافي لذلك أساساً أن يعيش الإنسان في بيئة نظيفة هذا معين على الإيمان معين على الدين ليش عندنا مثلاً في أوائل الإسلام منع العيش في البادية وهو الذي يسمى بالتعرب وكان في ذلك الزمان يجب الهجرة أن تهاجر من البادية إلى مدينة رسول الله حتى تزداد علماً وثقافةً ومعرفةً بالدين وهل جول مؤمن أيضاً يعينك على التمسك به الآن قسم من العلماء يفتون لا يجوز الذهاب إلى البلاد الأجنبية إذا كان ذلك يؤدي إلى فقدان الإنسان لإيمانه وإلى وقوعه في المحرمات يفتون بذلك لتروح وإذا فرضنا أن إنساناً كان في هذه البلدان لا يستطيع مقاومات الشهوات وينزلق إليها والجو العام أقوى من إرادته ولولا أرجع أرجع إلى بلد مسلم إلى مكان من الأماكن المؤمنة اللي يكون الجو العام مساعد إليك على الطاعة حتى البيئة اللي يعيش فيها الإنسان أيضاً فمجالسة أهل الدين شرف في الدنيا باعتبار أن سمعة الإنسان تصبح سمعة طيبة وشرف في الآخرة باعتبار أن هؤلاء يدعونه إلى الخير يدعونه إلى التقوى إلى الفضيلة فيعمل ذلك فيزداد شرفاً في الآخرة ومنزلة قسم من الناس لاحظوا وهذا بالتجربة يمكن إذا يقرأ الدعاء وحده قد لا يحصل عنده خشوع لكن إذا صار في وسط جماعة وقرأ الدعاء وكان فيه من يبكي تشوف هذا نفسه يتحرك في كثير من الأحيان ويأتيه الخشوع نريد نصلي صلاة فيها شوية صعوبة قد يكون واحد بينه وبين نفسه يتكاسل عنها لكن إذا شاف كل المجموعة قاعدين يؤدون هذه الصلاة ينبعث إليها في الحج تلاحظ الإنسان في الطواف أو في السعي يتعب يتأذى شوية يقول خلي لبعدين خلي لبكرة طيب فيشوف بجنبه رجل شايب منحني هالشكل وقاعد يطوف ويسعى نفس هذا المنظر يخليه يتحرك ويكمل طواف هاي من آثار البيئة التي يكون فيها الإنسان فهو شرف مجالسة أهل الدين شرف في الدنيا وشرف في الآخرة ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله أصل المشاورة أيها الإخوة هو من أفضل النعم على الناس ولكن للأسس للأسف ليس كل الناس يلتفتون إليها أنت أسأل نفسك كم نسبة المشاورة عندك في حياتك يعني تريد تشتغل اشتغل في هالمكان لو في هالمكان كم نسبة استشارتك للآخرين قسم من الناس نسبة عالية شوف هذا رجل اقتصادي روح يسأله شوف هذا رجل حكيم عنده خبرة حياتية يروح يسأله شوف صديق من أصدقاءه عنده نصيحة إخلاص يستنصحه يستشيره بنته تخطب أو ابنه يريد أن يخطب طيب تشوف ما يستبد برأيه ولا إذا عنده إخوة لا سيما إذا كانوا أكبر من يخلي هؤلاء في جو ذلك أكو هشك الموضوع واش تشوفون مو بالضرورة إذا استشارهم لازم يسوي لا هو بالتالي آخر العامر بعد أن يستشير هذا وذاك هو أيضا رح يصير عنده رؤية لكل المسألة من أطراف ها المختلفة يريد يبني يريد ما أدري يهاجر يسافر يريد يغير اتجاه من كذا إلى كذا منها الحقل إلى ذلك الحقل يستشير فإن من شاور الأصحاب الرأي شاركهم في أقولهم أنت تحص الآراء في كثير من الأحيان ناضجة من دون أن تبذل مال الحمد لله المشاورات في أغلبها إلى الآن ليست في مقابل أموال في البلدان الأخرى يعرفون قيمة الاستشارات ولذلك يفرضون فيها أموال طائلة تشوف هذا مكتب ليش مكتب للاستشارات بس حتى أقول لك هذا زين لوم زين وزين لهذه الأسباب أخلي قدامك عشرة آلاف ريال حتى بس أقول لك أن هذا جيد لو مجيد ولماذا جيد للاستشارات استشارات اقتصادية استشارات نفسية استشارات اجتماعية وغير ذلك فيما بين المؤمنين هذا ما موجود وقد ندب إليه وحرّض عليه استشر العاقل الناصح أم عنده يكون عقل ويكون عنده نصيحة نصيحة تجي في اللغة العربية بمعنيين بمعنى الإخلاص النصح يعني الإخلاص وبمعنى تقديم النصيحة والمشورة قلنا نصحته بأن لا يفعل كذا وكذا ولعله معناهما في أصله واحد وهو أن هذا الإنسان الذي يريد يقدم نصيحة ما عنده مصلحة في ذلك وإنما منطلق من ماذا من الإخلاص أنا مثلا واحد يستشيرني أنه شرايك أفتح دكان في المكان الفلاني إذا أنا أبغى أفتح قبل راح أقول له شنو لا موزين ما أحد يشتري هذا مكان ميت اقتصادي وش لك بيه بعد هذا أروح أنا أفتح الدكان في هالمكان هذه مو نصيحة ليش لأنها ليست منبعثة عن إخلاص وإنما هذا تبع لأمر ما أدي لتحصيل الربح فهذه لا تسمى نصيحة ولا فيها إخلاص النصيحة يفترض أن الإنسان ليس له مصلحة فيها قال لي فلان متقدم إلى بنتي ريدي يزوجها أنا أفكر إيه هذا بيني وبين والده أكو شغلة فخليني أقول له ما يخالف وأروح أبيعها عليه أقول له ترى أنا تكلمت زين عن ولدك في بنت فلان طيب وبالتالي تبعد لازم تعرف الترتيبات اللازمة مكافأة عطية شغلتنا الفلانية المتعطلة تمشيها هذه ليست نصيحة لأنها ليست منبعثة عن إخلاص وإنما عن مصلحة فلا تسمى نصيحة النصح هو الإخلاص وتقديم النصيحة مبنيا عليها فيقول شاور ولكن شاور من واحد عاقل وناصح مخلص فلو كان إنسان مخلص بس ما عند عقل ما عند رأي حصيف قد يبذل إليك مخلصا لكن ما عند معرفة ماذا ينفعك يقول لك روح الطريق مخلصا لك لكن ما عند معرفة بالجغرافية يورط روح ذاك العمل ما عند معرفة بالاختصاد طيب ناصح إليك شاف الناس هاي جعل موضوع الأسهم قال أوف لانو فلتانو إلى آخره فهو من باب الإخلاص جاي إليك وإس ما عند معرفة بالاقتصاد ورطك فيقول هنانا انت شاور أخذ رأي ولكن من يقول ومشاورة العاقل الناصح عند عقل عند خبرة عند رأي وأيضا ناصح مخلص هذا فيه يوم فيه بركة فيه رشد فيه توفيق بل عندنا روايات تشير إلى أن الله جعل رضاه على ألسنة المؤمنين أنت تريد تمشي فيها المشوار هذا تريد تعرف أن الله راضي لو مراضي كثير من الناس يقول الله يرضى فيه هذا لولا يقال له نعم انظر إلى كلام المؤمن العاقل المخلص يقول هذا الطريق زين لو مو زين كأن الله جعل رضاه في لسان هذا الإنسان فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف لا تخالف بعد هم عاقل عند خبرة هم ناصح مخلص إليك فليش ترزع نادك حسب التعبير وتخالف ذاك الوقت أنت تعطب لأن رأيه ناتج عن عقل أنت خالفته ورحت إلى الهوى رأيه ناتج عن إخلاص لك أنت إجيت وخالفته وسلكت طريق آخر إياك والخلاف فإن في ذلك العطب يا هشام إياك مخالطة الناس هنا يجي حديثنا الأول أي ناس لا نخالطهم وأي ناس نخالطهم إياك ومخالطة الناس والإنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمونا فأنس به العاقل من يودي بك إلى طريق الهلاك بجهله ومأمون أيضا مو إنسان تبع شهوات وتبع أهواء وتبع مغامرات وإنما شخص مأمون ناصح هذا إنس به روحو لتكن مخالطتك له لأنها في مخالطة هذا النمط الشيء الحسن وهرب من سايرهم كهربك من السباع الضارية أجواء ماجنة ناس روحون والله وناس والضرافة واللطف والموسيقى إلى عنان السماء فلوها الربع فل طيب هذا أهرب منهم كهربك من السباع الضارية ليش أقل ما فيها أنك تحسب عليهم إذا قالوا فلان من جماعة المسجد أو قالوا فلان من جماعة المسارح والأغاني أكو فرق بينهما في النظر الاجتماعي لو لا كو فرق على أن إضافة إلى ذلك أنت مو متيقن من أنه لو رحت هناك ما تزلق رجولك قسم من الناس يقولون لا أنا غير ومن النساء أكثر في هذا الجانب يا با فلان راحت في هالمشوار ووقعت تقول لها غير أنا وين وهي فلان ونفس ذي اللي سبقت هم قالت هذا الحشي وهذه هم راح توقع وتقول نفس الحشي لأن الشيطان يحيك الدسائس والمؤامرات على الإنسان ويوقعه من حيث لا يعلم ما يجي يقول له ترى أنا بجي باختبرك من فلان شي ترى أسئلتنا في صفحة رقم خمسة وثلاثين ما يقول هالشكل يأتيك من المكان الذي لا تتوقعه ويصيدك في المكان الذي لم تكن قد أعددت له فيوقع الإنسان وآن إذن إما أن يتراجع ويرجع وإما لا سمح الله يمشي في ذلك المشوار من هؤلاء شخص غير طيب بيئة غير طيبة مجتمع غير طيب يقول الإمام أهرب منه كهرب كمن السباء الضارية الناس ليش يطعمون من المرض ليش يسون تباعد اجتماعي ليش يوصل الحال إلى الحاجر تذكرون أيام الحاجر اللي الإنسان أصلا ما يطلع إلا بتسجيل شيء باروح إلى السوق أشتري شيء من البقالة لا لازم تكتب ويعطى إليك كود ويعطى إليك كذا ليش كل هذا لأن أكو هناك خطر يتهددك في مكان ما مخبرنك ما قال أنا في الزاوية الجنوبية حتى أنت تروح في الزاوية الشمالية ما قال أنا في سوق الخضرة حتى أنت تروح البقالة وإنما في كل هالأماكن محتمل وأنت لا تعرف مكانه بالدقة الشيطان هو هكذا فإنه فإنما فإن لازم تروح تسعى أن لا تذهب إلى مكان فيه الوباء بمعنى المرض ولا في مكان فيه الوباء بمعنى معصية الله وإنما بها حديثنا أن بعض الناس كانوا صالحين وكانوا في وسط هذا المجتمع فلما حل العذاب أخذهم فسئل النبي ليش ذوله قال لأنهم داهنوا أصحاب المعاصي ولم يغضبوا لغضب على الأقل ما قال وإحنا مو مثل هؤلاء ما غضبوا لله من فصلوا عنهم ولو انفصال نفسي طيب ما يروح إلى شجعه على معصيته ما يقعد وياه و يطيح الكلف معه مع أن ذاك يبارز الله ويحارب الله فلما نزل العذاب نزل عليهم الإنسان ينبغي أن يلتفت إلى نفسه أن يكون في مواضع لو نزلت الرحمة تشمله تتروح رزقكم الله وإيانا حج بيته الحرام وزيارة مراقدي أهلي بيت رسول الله وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله والكون في هذه المساجد لو نزلت الرحمة بسبب واحد من هؤلاء أنا راح تشملني لأنه أنا موجود في هذا المسجد لو نزلت الرحمة على الطائفين والملبين عند بيت الله الحرام والواقفين في عرفات أيضا أنا راح تشملني ولو كنت بحد ذاتي غير مستحق لها ولكن كنت في هذا الجمع الذين شملتهم الرحمة من غير هؤلاء اهرب منهم كهربك من السباع الضارية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين وفي المؤمنين ومع المؤمنين في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين